وهي النهاردة نتناول فيها حرب اكتوبر المجيدة كيف السعادة لأمة ثقتها بنفسها وكيف أثبتت مصر العالم أنها قد تسقط ولكنها لا تموت قد تنهزم ولكن النصر في النهاية هو حليف المصريين رأينا في الحلقة السابقة كيف استطاعت إسرائيل بمساعدة الدول الكبرى أن تحتل أراضي شاسعة ومساحات كبيرة من الدول العربية استولت على سيناء من مصر والجولان من سوريا واستوعبت الضفة وغزة والقصة الشرقية وانتصار كبير جدا لدولة لا يتناسب مع حجمها ولا تاريخها ولا إمكانياتها ولكن يتناسب مع المؤامرة الدولية التي سندتها لنيل هذا الاستحقاء كان لابد مما ليس منه بود بعد المعركة مباشرة هناك جهود سلمية رحبت بها مصر مبادرات وغيرها لاستعادة الأراضي المحتلة ولكن المراوض الإسرائيلي كان على الموعد وكان في الموعد ودائما وأبدا تفشل جميع الجهود السلمية الرامية إلى السعادة الأرض العربية المحتلة ومن ثم كان لابد لمصر أن تأخذ المصارى الآخر وهو ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة فهي أسباب حرب إكتوبر هي حرب 67 وحرب الاتنزاف والتعنط الإسرائيلي والرفض التام لإعادة الحقوق لأصحابها شوف مع بعض أسباب حرب إكتوبر فشل الجهود السلمية للتواصل إلى حل سلمي عن طريق الأمم المتحدة الأمم المتحدة والدول الكبرى في صف إسرائيل كما نعلم وتسندها لكسب الوقت وتهويد الأرض وتغيير ديمغرافية المكان طب إيه تاني؟ على نفس العنوان والمنوال التعنط يعني التشدد الإسرائيلي والإصرار على الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها عام 1967 ده وجهان العملة واحدة لكلمة عدم تنفيذ قرار 242 والقرار في فحواه بيقول انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة تعنط إسرائيل لا تنسح طيب وبعدين هنسكت يبقى جهود مصر للسعادة مصر أراضيها التي احتلتها إسرائيل لابد من تحرك مهما ضعفت الإمكانيات ومهما تكالبة الأعداء لابد أن تنتصر الإراضة والحق في النهاية وهو ما سنراه بأعينها وقد تم التنصيق بين مصر وسوريا لخوض هذه الحرب المجيد يعني تنصيق مصر وسوريا لا قلتلكوا ما اجتمعت الدولتان إلا وكان النصر حليفاه سواء في حطين في عين جلوت في اكتوبر التلات حروب والنقاط المضيئة في تاريخنا كله وسيط والحديث كان الكماشة أو طرفي القوة العربية الإسلامية هي مصر وسوريا تهديم؟ تهديم؟ ترجمة نانسي قنقر